بعتلي بيسألوني يقولولي يعني هو في حاجة اسمها ياخد يومين أجازة في حاجة اسمها ياخد يومين وثلاثة واربعة لو عايز في مثل هذا التوقيت يا جماعة التمرين مهم طبعا مفيش حاجة اسمها لأنه انت بتلعب كل ثلاثة يام مباراة فيش حاجة اسمها التمرين مش مهم ولكن الراحة أهم وأهم وأهم يعني هي الراحة أهم يعني أنا في مثل هذا التوقيت أنا ليقطي البدنية وصلت لأعلى معدل ليه أنا مش مستني أن أنا أتمر أن أعمل لياقة خلي بالحضراتكم التمارين اللي هم بيعملوها دي حاجات خفيفة جدا جدا ولكن هم أنا مش مستني أن أنا أعلي لياقة أنا مستني أن أنا أعمل تاكتك معين في لعبة سابتة في قوت بيتلعب في وقفة بتتعمل في لعيب بنزله يلعب مثلا أو اتنين تلاتة لعيبة بغيرهم من اللي لعبوا عن المباراة السابقة يلعبوا المباراة دي الوقت ده أنت محتاج للراحة أهم من أي شيء تاني الراحة بالنسبة لهؤلاء اللي لعبين أهم هتقولي حتى اللي ما بيلعبوش حتى اللي ما بيلعبوش لأنه التفكير الذهني وديكوا شفته وديكوا شفته اللي بيحصل ودايما هنتذكر الله الرحام محمد رفعت في هذا الكلام لأنه الضغط النفسي بيسبب أمور كثيرة جدا لازم تطلع الضغط النفسي من جواك ما عرفش إزاي ولكن اللعبة دي مضغوطة نفسيا وعصبيا ومضغوطين بيفكروا إزاي كسبوا كل المباراة وبالتالي دايما بيبقوا مضغوطين مش لقيت كل لعبة بالمناسبة فاللعبة دي مضغوطة فلازم تستريح لازم تقعد تطلع كل اللي في دماغك وتفكر بس في أهلك في ولادك تلعب مع ولادك تاخدهم وتروح يمين أو شمال كده فأنا بشوف إن الرحل يومين دول بالنسبة لللاعبين في مثل هذا التوقيت مهمة جدا 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 اللي حيعمله مرسل كولر إيه اللي حقوله لك دلوقتي اللي هو مرسل كولر مدين الفني عمل محاضرة بالفيديو تفضل حضرتك الفيديو هوا عندنا مباراة تطلاع الجيش بنشرح فيها بعض نقاط الفنية استعدادا لهذه المباراة النهاردة مثلا هنقول إن فلان الفلاني هيلعب ناحية اللي مين يضغط على اللعيب من قدام أما من الجانب الآخر ده يعمل كذا هنلعب الأوفر من هنا هنعمل كرة ثابتة بالشكل الفناني هو ده اللي يقدر يعمله كولر في مثل هذا التوقيت لا يوجد شيء آخر طيب يعني هو اللعيبة لو كانت جات اليومين اللي فات وكان هيعمله حاجة اسمها مساج استشفى وينزل يعمل حمام تلج وشوية ساونة وجاكوزي وخلاص وشكرا فهو ممكن يكون طلب منهم مش ممكن يكون هو طلب منهم إنهم يعملوا الكلام ده من بعد المباراة وكل واحد بيلاقي جنبه في أي مكان هتلاقي الحاجات دي موجودة في كل الأماكن حتى لو هتعملها في البانيو عندك في البيت كلنا كنا بنعمل هذه الأمور بالمناسبة فالراحة مفيش راحة مطلقة كده بالراجل بيديها وخلاص عشان لا الراحة علشان اللعبة دي حضراتكوا تشوفوهم في المباراة اللي جاية وقفين على رجليهم قادرين إن هم يكسبوا أو يحاولوا يبزلوا أقصى مجهود عشان ربنا يكرمهم ويكسبوا على الجانب الآخر الناس اللي ما بتلعبش أندرياس سيندويا مخطط الأحمال تدريبات بقى متنوعة ما بتبقاش بدنية قوية ولكن بتبقى حاجات بسيطة جدا على الأقل بيشم من ناس حاجة اسمها الجري المتقطع كده علشان تبتلي الرئة بتاعتك تاخد الأكسوجين اللي انت عايزه بيرسيتاو بالمناسبة رجع في التدريبات الجامعية تدريجيا عقب انتهاء من برنامجه التأهيلي وتعافيه من الإصابة اللي اتعرض لها مع منتخب جنوب إفريقيا في العضلة الخلفية وطبعا كالعادة مشيل يانكون زي ما شفته من شوية كان بيقود بيقود ميرانا فنيا وبدنيا متنوعا بيشارك فيه محمد الشناوي ومصطفى شوبر وزنفولي ومصطفى مخلوف مارسيل كولر اختتم ميرانو بفقرة من التدريبات الفنية وتأسيم قوية شارك فيها جميع اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين ده التمرين مرة تانية لانه حتى لغاية دلوقتي هؤلاء الناس عمالة تقول لي يا كابتن يعني الراحل يومين دول مش هتأثر هتأثر أنا وجهة نظري يعني ان الراحل يومين دي هتأثر وبشكل إيجابي وليس بشكل سلبي لانه أنا مش محتاج السنة يا جماعة بالنسبة للعابة النادي القائل أو بالنسبة لكل لعابة الدولي المصري السنة 12 شهر أبين عليه هي السنة 12 شهر ولكن في كرة القدم انت المفروض تلعب من شهر 8 لشهر 5 بالكتير يعني على الأقل تلعب 8-9 شهور مش طول السنة اللي 12 شهر بتلعب احنا اللي 12 شهر بنلعب اللي 12 شهر بنتمرن هؤلاء اللاعبين مخصوصا اللي بيروحوا منتخب مصر كلهم الحقيقة يستحقوا التحية ويستحقوا التقدير لانه مفيش وقت لأي حاجة زي ما حضرتك شايف تخلص تروح على اللي بعده تخلص تروح تطلع على المنتخب ترجع من المنتخب تلعب المتش بتاع الأهلي تخلص ماتشات الأهلي في بطولة أفريقية تلعب دوري العام تلعب دوري عام تخش على الكاس وتشوف الدنيا ما حدش بيستريح فمثل هذه الأمور أو مثل هذه الراحات وجهة نظري إن هي حتفرق بشكل كبير جدا 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 خلال المباراة القادمة ومن بعدها نشوف إلا هيأصل وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية ومن بعد هذا تقرير فاصل ومن بعد الفاصل هنستقبل نجم مصر والنادي الأهلي السابق كابتن أحمد فوزي اشتركوا في القناة